بدايةً حرجع على موضوع احنا عدنا بالبداية المحاضرة صفحة سبعة اللي هو التيراتوجينيسيتي of drugs يعني صراحةً أنا أريد يعني أسوي لكم محاضرة شوية تختلف عنه دخل بتفاصيل أكثر بس ورها يعني خلني نقول تقديراً للظرف الحالي وكذا يعني قررت اكتفي بمحاضرة الملزمة نفسها تأخذون الأفكار العامة عن الموضوع لأنه الموضوع أوسع من هذا الموضوع اللي هنا موجود وكواهي ميديكيشن تدخل ممذكورة هنا بس حن نحكي على البرينسيبل بصورة عامة بدايةً احنا شنو نقصد بالتيراتوجينيسيتي هنا نقصد به هو الكونجينيطال مالفورميشن نعرفه هو هنا نن ريفيرسيبل يعني ما نقدر نعكسه أو غير قابل التغيير يأما يكون بالفونكشن أو يكون بالمورفولوجي هيتكون ديفكت عادةً أدبارت يعني الطفل من يجل الدنيا هيكون عنده ديفكت يأما بالفونكشن يعني عنده مشكلة ببعض الأورغانز مادة بالفونكشن والدها أو هيكون عندنا مشكلة بالمورفولوجي يعني مالبعض الأجزاء اللي بجسمه طعن هاي الرسك مالتراتوجينيسيتي هتحددها أدت عوامل شوفوا أول شي عندنا الدوز اللي حتوصل للفيتوس يعني شكلت الجرعة كانت تستخدمها الماظر من شانة حامل والبوينت اندبلوبمنت يعني كانت بالأسابيع الأولى الأسابيع الأخيرة منصر هذا الإكسبوجر والدوريشن حلياتوا راهية ماخدة خلني نقول حباية مثلا ما وجع رأس وخلصت أو تأخذ علاج مزمن أو كانت يعني ظروف من البيئة وكذلك يعني استعداد الفيتوس أنه يتأثر بهذه المواد اللي ممكن تكون تيراتوجينيك طعن هنانا من اللي نحتي الدوريشن of exposure and gestational age يعني مدة الاكسبوجر وعمر الجنين هاي تكون very critical اللي حتى تحددلي التيراتوجينيك potential شون هذي شنو معناه هذا الحشي ليش هاي تكون يعني هي critical هاي الشغلة فمن يجي نحتي احنا بالأول اسبوعين من الكونسيبشن عادة الطفل ممكن يكون عنده resistance للدراك افكت تمام يعني يكون شوية عنده مقاومة وهذا الاكسبوجر للميديكيشنز او هاي الموادل بالانفيرومنت هتكون واحدة من الثنين يسموه all or none effect يعني اما الجنين يموت مباشرة من الاكسبوجر التيراتوجين او unaffected يعني كل شي ما يصير به وكأنما اهي الامايا اللي ما اخذ الميديكيشن ولا صاير ايشي لكن المتة اللي بعد هذي يعني خلنقول first trimester الاول ثلاثة شهر او من الاسبوع الرابع لالاسبوع العاشر وما بعدها هاي كل شي critical بالorgan مالفورميشن لهنانا هيكون embryogenesis هيبلش يتكون الجنين تتكون ايديناته بتتكون رجليناته تبدي تتكون العضاء الداخلية تمام فلذلك الميديكيشن اذا يأثر فهنانا هيسوي للميجر كونجينيطال مالفورميشن هتصير المشكلة الوين احنا هنانا نقول unfortunately ما هي اكو ماذرز ما رح تكون تعرف انه هي عادة برغنانسي في بداية الحمل ممكن تكون شهر وشهر ونص او شهرين وتأخذها ميديكيشنز معينة وهي متدر بروحة حامل فلذلك ممكن تكون الرزق كلش عالي انو يتأذى الطفل طبعا هنانا من نجحتي drug that reached the embryo at the point may produce abortion هنانا يمكن يسوي لي اسقاط ممكن ما تسوي لي اي تأثير ممكن يسوي لي anatomic defect يعني شغلات بالوضاءة فتخربطها او ممكن يسوي لي septal metabolic or functional defect شنو اقصد بالسبتل يعني فتشغلات كلش critical بحيث ما تبين عندي اول ما يجد الدنيا تبين later in life يعني من يكبر او خلني قول من يوصح سن البلوغ او شي تبدي تظهر هاي التراتيجونيك افكت والميديكيشن اللي اخذت المذر وهي ما تدري من شارة حامل بنجي للمرحلة اللي بعدها اللي هي السكند والثيرد تريمستر هنانا يسموها الفيتوجينيسيز هنانا الدراج less likely to be associated with major malformation major malformation اللي بتكوين الجنين يصير ببداية هتكون اقل انتقيبا الطفل بلايش يكتمل بس مجرد هتبدي الأعضاء خلينا نقول يكتمل نمو مالتها ويبدي يكبر بالحجم لكن هنانا وين هيصار الانفلوينس مادة بال neurologic development يعني هيتأثر اللي بتكوين العصاب على growth مادة العام بال physiological والbiocomical functioning الوظائف الأعضاء الأخرى الفيزيوية والكيميائية يأثر لي ممكن mental development يعني ممكن يسوي سبب تخلف أو غيرها وممكن أيضا يأثر على reproduction على المدى البعيد على الطفل طبعا احنا هنا معلوماتنا قليلة علينا نعرف من خلالها خلينا نقول هاي greater risk شوكت بتضبط تكون greater risk مال كل medication بأي فترة معينة من الحلل بس يعني خلينا نقول ناقضها بصورة عامة بنجي على التراتوجينيك افكت طبعا الموست كمان تراتوجينيك افكت هيكون وحدة من ذن الحالات قلنا spontaneous abortion يعني صار عدها اسقاط متكرر مشاكل بالنمو قلنا اذا صارت بالأشهر الاولى والماينر ممكن تكون بالأشهر الاخرى عند المنتال ممكن يصير حتى ممكن يصير كنسر او mutagenesis حتى ممكن يسوي لي طفرات جنيمية هالتأثير المديكيشنز اذا كانت تراتوجينيك طبعا بعض المديكيشنز مثل وارفورين والفينيتوين طبعا الالكوهول هو مو مديكيشنز بزداكري ضمن الشغلات اللي ممكن تكون تراتوجينيك هيتسوي لي عدة التأثيرات فيذلك يسموها مثل فيتال وارفورين سيندرام أو فيتال ألكوهول سيندرام أو فيتال هايدنتوين هايدنتوين يعني نقصدون بفينيتوين سيندرام طبعا الاف دي اي سوت كلاسيفكيشن للمديكيشنز تحدد التراتوجينيك ريسك قسموها A B C D و X من ايجي نحن نقول كاتيجوري A هذا هنانا معناها النور فيتال ريسك شون بال كنترول هومن سينيز يعني جايبين طبعا انتو تخيلوا صعوبة الموضوع انو اني برغننت يسوي عليها دراسة واني منطيها مديكيشن يعني منو ممكن تقبل تسوي هذا الشي كل شي يعني حالات قاعدة في ذلك حتى يحددون الرسك تحتاج شو يعني خلي نقول فترات طويلة يلا يقدون يتأكدون ومرات ممكن نجعون للركورد ما لل pregnant women والمديكيشنز اللي يستخدميها حتى يحددون يعني السيفتي يعني بصعوبة يقنعون المذر انو تاخد مديكيشن حتى دايشفون السيفتي ما تتعال الجنين تمام فهنانا انو كتيجوري اي انو ما كو فيتر رسك احنا مساويين studies controlled خلي نقول long term وتأكدنا انو اي افكت ما كو للمديكيشن على الطفل بنجعل كتيجوري بي هنانا شنو يا اما ما عندي human data available و عندي لكن دراسات على الحيوانات شوفتني ما كو فيتر رسك ما شوفتني رسك على الفيتس او الانيمال studies شوفتني اكو رسك لكن الهيومان studies ما شوفتني اي رسك تمام يعني الحالتين هاي نسميها category b نجعل category b ايضا احنا ممكن نستخدمها يعني ما عندنا مشكلة بالحمل هنا الكاتيجوري c ما عندي controlled studies تشوفني الفيتر رسك بالهيومان او الانيمال يعني ما عندي اصلا دراسات دراين للرسك او الفيتر رسك شوفتها بال انيمال studies لكن ما عندي هيومان داتا افيلبل يعني هنا اكو رسك بالانيمال لكن ما عندي داتا عن الهيومان او ما عندي اساسا داتا لا على الهيومان ولا على الانيمال اهنا شو كنت نقدر نستخدم هذا الميديكيشن هنا من تكون البنفت جدا ضرورية يعني دوة مهم واني مستدر استخدمه يلا يعني اختار هذا الابشن نجح على الكاتيجوري دي هنا عندي studies ومشوفتني فيتر رسك وبلا يومان يعني شوان مبين انه هذا بيه رسك لكن هذا الميديكيشن هل انه انه اني ما نقرب من عنده ابد لا ممكن استخدمها في حالات معينة اللي هي الحالات اللي ممكن عندي المذر يعني ممكن تموت او يصر بيه شي فلذلك لازم استخدم ميديكيشن وما عندي اي alternative ممكن استخدم يعني يكون سيفر الـ هذا ما بنقاش هذا يعني 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 هذا الميديكيشن يقتل الطفل وما اكو اي يعني خلني نقول حالة ممكن تخليلي افكرة بهذا العلاج حتى لو كان life threatening او اي شي هذا الـ option ما بنقاش استخدم هس هن نحشي على ال اكو سموها social drugs او recreational drugs نها هي مو drugs لكن اشياءات اللي ممكن اتعرض لها احنا في حياتنا اليومية طيعن احنا بما انه references ماتنا كلها يعني خلني نقول من امريكا ويوكي بكذا فهنا قعدهم دائما مشكلة الالكوهول ويستخدموا بكميات ممكن كبيرة فخلني نقول يدخلوا ضمن التصنيف كافاين احنا يمكن ماكو بيها ماكو بيها احد مد من كافاين وكذلك النيكوتين هذان ممكن تكون بيها تأثير اذا صار فيتال اكسبوجر طعن الهبي يوز اف الكوهول بالدخلال لفرغنانسي شي سمو lead to فيتال الكوهول سندرام طعن شنو هذا فيتال الكوهول سندرام طل اي شي صورة سريعة الى شوف هنا خلني نقول الطفل هاذا اجل الدنيا وكذا هكف علامات حصير يعني مثلا النوز حيكون short ال eye opening حتكون small هذا ال nasal bridge حيكون ناصي الشفة العالية حتكون رفيعة فلترام هاي هتكون smooth يعني ما اكو هاي الفرينية اللي تكون الرأس ممكن يكون صغير اوكي ها كلها علامات لل heavy alcohol consumption بس ومو بس يؤدي هاي الشغلات ممكن حتى يسوي retidation بال growth ممكن يسوي cardiac defects skeletal abnormalities بما انه احنا ما عدنا في شي اسمه safe level بال الالكوهول فذلك خلال pregnancy لازم تقطع اي كحول اذا تريد تحافظ على طفل يعني هذي ال recommendation ما بي نقاش الكافاين ما كو data انهم بي direct teratogenic effect لكن استخدام المبالغ به heavy use يعني استخدام 7 الى 8 اكوة باليوم هذا ممكن يكون يسوي prenatal complication still birth يعني يجي للدنيا الطفل يعني يموت بطن قبل الولادة بشوية ادي preterm birth spontaneous abortion low birth weight بال infant نوع recommendation شنو هتكون انه تقلل الكافاين يعني مثلا نقول ها بدال 7 او 8 اكوة بليوم كوب واحد حيكون كافي يعني هذا المكسيمم نسمح به طبعا التدخين تذكرون التدخين بالامراض السابقة واللي شاف في الفيديوات ما كو يعني مرض او ما كو complication بال pregnancy الا وكان هو risk factor بيها فايضا ممكن يسوي abortion still birth return birth sudden infant death syndrome يعني هاي شغلات مكي اثرة فيذلك ايضا المذر خلال pregnancy لازم التدخن او حتى متتعرض للدخان حتى تحافظ على طفل هم طبعا بهذا الجدول اللي عدتكم هنانا اللي مطلوب من عدكم ضمن هاي الميديكيشنز انو تعرفون الالتراتوجينك افكت بيات ريمستر اكثر شي حيكون واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ومثال للتراتوجينك افكت مات اوكي يعني مشرط يعني ما ينحفظ كل الكومنت مثال كافي وتعرفون انه هو اشوق تكون تراتوجينك بيات ريمستر اكثر شي هسه انحول على الموضوع الوراء اللي هو الاكتوبك برغنانسي ها طبعا قبل ما حول على الاكتوبك برغنانسي حبيت اشوفكم هاي الصور لهذا الفيتال ورفورين سندروم اللي عدكم هنانا شوف هنا يسمى سادل نوز شوف يعني النوز شوف يكون اول شي مرفوع وشغلة ثانية انو صغير والعظم مات ايضا يكون صغير حتى ممكن يكون عند دفكت بالاطراف والآي وايضا حتى ممكن يأثري بال central nervous system يعني دول الاطفال يجون للدنيا لكن يعني صار عندهم دفكت خليني يقول بعد شوان مثل العهل المستديم وضع اذا هنان شوف هايدن توين سندروم شوف هنا ايضا الصور شوف الأنف يصر يعني رأس من النص يعني صار مثل يعني اصغر من الوسط الأبرلب حتكون شوية طويلة وثن الشفة تكون ثن هاي ممكن هاي الأرنبع ايضا ممكن يسببها الفيتال هايدن توين سندروم حتى خين يقول شكل الاطراف وكذا ايضا حيكون التأثير التراتيجيني كيفكت عليه انتقل للموضوع الوراء الاكتوبك برغنانسي الاكتوبك كلمة بال يعني غريك وورد معناها اكتوبس ومعناها هي out of place شلو معناها out of place يعني البيضة صار بها اخصاب بس احنا الامبلانتيشن وين الريدة يصير بالرحم الامبلانتيشن وين صار صار خارج الرحم ممكن وين يصير بالفاليبان تيوب ممكن يصير بالأوريز ممكن يكون بالسيرفك سبع عنق الرحم ممكن يكون بالأبدوم الكافيتي اوكي ناخلي شوف بالنسبة لنا الامبلانتيشن يصير هنا هذا الامبلانتيشن الطبيعي خلينا نقول بالمكان رب العالمين خلق مهيئ انه يعني يتكيف مع التغيرات حصير بالجنين بمرض وقت هنا هو الامبلانتيشن شوف هنا سيرفايكل في عقل الرحم ممكن يكون بالأبدومن خلينا نقول هنا ممكن بخارج الرحم هنا نشوف بالأوريز وممكن ايضا تشوف بالفالوبيان تيوب بس هو 98% من الحالات حتكون في الفالوبيان تيوب حس احنا هنا ليش تعتبر من الحالات المهمة والخطيرة في البردنسية طبعا هاي الامبلانتيشن من صارت خلينا نقول الجنين بلش ينمو بلش يسحب دم من المكان اللي هو مجلب بي وبلش شوية شوية يكبر من بلش حيبلش كبر هنانا حيصير عندي رزق انه يسوي لي ربتشر بالأورغن اللي هو مجلب بي ليش يصير هذا الربتشر ممكن يصير هذا البليدنج طبعا هذا البليدنج ممكن يصير يكون ماصف همرج ممكن طبعا يؤدي الى وممكن حتى يؤدي الى الوفاة تمام يعني مدعمة تكون يعني تشخص بسرعة ويتلاحق للمريض ليش لأن فقط الرحم مثل ما قلنا رب العالمين خلقه انه يقدر يتوسع بصورة طبيعية ويلبي حاجة الجنين باقي الاعضاء ما عند هاي القابلية فلذلك مجرد يوصل مرحلة الجنين حيصير بشرب هذا المكان صعي بال وحيأدي لي الى هذه المضاعفات طبعا اي كوندوشن اللي ممكن تعيق البيضة تتخص بال ووراها تنزل وصير بها امبلانتيشن في اي حالة ممكن يساوي يعني تعيق التشوهات التصاقات مشاكل بالفال بان تيوب هاي هتزايد لي الرسك انه يصير عندي اكتوبك برغنانسي مثلا عدى history of infertility يعني هي already عدى مشاكل بال infertility عدى pelvic inflammatory disease هاي نوع من infections اللي صير بال pelvis عدى ruptured appendix يعني صار عدى تهشم بالزائدة الدودية او صار عدى prior tubal surgery طعا هاي prior tubal surgery هاي نوع من الانواع ال contraception انه يعقدون الفريبين tube حتى يمنعون نزول البيضة وبالتالي يمنعون الحمل واحدة من الحالات نسميها combined intrauterine وا extrauterine pregnancy pregnancy او نسميها heterotopic pregnancy طعا هاي هي نادرة لكن ايضا مهمة وحنسولف عليها فد شوية ان شاء الله ليش هاي الحالة مهمة يعني هنا شنو نقول heterotopic انه صار اكو بيضتين واحدة نزلت وصار بها implantation طبيعي والثانية صارت اكتوبك في مكان اخر اوكي خلوها ببالكم هذا المصطلح هنرجع عليه فد شوية هسا نتجي نتكلم عن risk factors مثل ما قلنا pelvic inflammatory disease most common cause هو chlamydia infection اذا كان عندها prior اكتبك pregnancy خلوها ببالكم دائما لعندها history حالة معينة بالنسائية حتكون هي high risk انه تتكرر عندها في المستقبل اوكي اذا كان عندنا tubal surgery conception after شوف حتى نوضحها بالصورة حتى تكون واضحة لكم هذا هو tubal ligation شوف هنا قص يعني كأنه بالفاليوبين tube وعقد من هنا حتى يمنع انه توصل ال sperms توصل لها ويصير اخصاب وورا يصير implantation لكن دائما تتذكرون هذا المصطلح ما كو contraception method هي مية بالمية تضطي contraception كل method ممكن اكو حالات rare يصير بها conception بعدين في ذلك هاي الحالة واحدة من كل 200 female ممكن يصير عدها pregnant ورا هذا ligation ليش طبعا هذا يصير لسببين ياما العملية ما كانت سوايا بالشكل الصحيح او فاليبينة 2 يصير regeneration يعني بقدرة رب العالمين انه هذا الفاليبينة يرجع يرتبط بنفسه بس طبعا يعني ما رح يرتبط مثل ما كان هو بالاساس ايضا حيكون بيرسك عالية لل ectopic pregnancy طبعا هذا الحالة ما تسوا اكو ممكن يرجعون يربطوها من جديد يعني مثلا شاعدة في حالة معينة female وقررت ورا فترة انه ترجع تصير حامل فيرجعون يربطوه من جديد ايضا بعملية جراحية طبعا ذول 80% من ادو ممكن يصيرون pregnant ورا هاي العملية 20% يعني ما يصيرون لكن ايضا هاي الحالة تزايد للرسك 33% انه يصير عندي ectopic pregnancy فاذا الحال تاني يعني من يساون العملية انه يقطعون او من رجعون يوصل من جديد risk of ectopic pregnancy حتكون عالية تمنى تكون واضحة الصورة طبعا اللي ياخذون fertility drugs clomphen gonothropin أو الطرق assisted reproduct technology يعني ذول هم قرد مشاكل بال pregnancy فغن يقول يعني ممكن هم اصلا عدوا مشاكل بالفل بالرحم غيرها فتكون risk احنا قلنا اي شي يعيق حركة fertilized egg يزايد لل risk mal ectopic pregnancy استخدام intra uterine device او اللي نسميه اللولب هذا اللولب ايضا method of contraception ايضا ب risk انو يسويلي ectopic pregnancy طعن التقدم بالعمر وال smoking ايضا حتى اعتبرها risk factor لهذا الشي هسا نيجي على clinical findings طعن classic clinical triad بال ectopic pregnancy 3 شغلات عندنا اول شي pain الالم ليش نقلنا 98% من الحالات بالتيوب سنركز باقي الحالات باقي الحالات ممكن يصير بها shock collapse بسبب bleeding الشديد اللي صير ومن نعرف السبب مات او مدنا نعرف انه اصلا صير bleeding وبالتالي يمكن يؤدي الى الوفاة وخلني نقول اول infertility ومشاكل اخرى اوكي ال laboratory findings احنا حنشوف حنكتشف هنا انه اكو anemia بسبب bleeding هنا هنا شغلة حلوة pregnancy test pregnancy test اذا تذكرون وليش شافوا المحاضرات على الفيديو انه قلنا ورا ما يصير ال implantation حيبدي يضاعف كل 48 ساعة الى تقييم 50 او 70 يوم يوصل الpeak level مادة وراها يبدي شوية شوية ينزل هنا اذا حنفحص مثلا هي خلني نقول مقدرة انه last period صعد بفلان وقت semester وراء ثلاثة ايام اربعة ايام مفوض يطلع positive لا تطلع ارقام اقل من الارقام تطلع حيبس هنا لاب تست مو تست المنزلي واذا نسوي لها following يعني مثلا القاسب بالنسبة يقول 7 مقدرة يوم ثلاثة وراء اربعة مدير ضاعف الرقم تزداد بس بنسبة قليلة وحتى مثلا احنا بالابورشن اللي صار عندنا الفولن اللي صير وراء الابورشن سيكون سريع هنا ايضا هيكون الفولن قطيع فهي حتكون ايضا ساينز انو احنا عندنا مشكلة بالفرغنسي نيجي وراها الخطوة الثانية نسوي الابنجينج ناخذ نسوي الالترا ساوند احنا قلنا الالترا ساوند بالاسبوع السادس من الاسبوع سنطلع الفيتال ساك والبول تطلع بالاسبوع السابع فهنان اذا انا لقيت الامتي يوترين اليوترين فارغ ما بيشي فهذا هنان انا هبلش اشك انو انا عندي البرغنسي صار اكسترا يوترين طبعا هذا نتأكد من عنده بال انترا فيجانل او الانترا فيجانل اولترا ساوند بالسونار الداخلي هس هنان بعد نرجع نربط بيها السيرم في ذلك قلنا اذا ستة ونص واليوترين كابدي تشخيصي انو عندي اكتوبك برغنسي بنفس الحالة اذا الـ HCG كان 2000 يعني هشوفوا لفل اقل احنا قلنا الترانز فيجانل الترا ساوند حيطينا ديتيلز بالاسابيع الاولى من الحملة تبين فايضا اذا كان 2000 وما اكو اي برودكت أوف كونسيبشن يعني ما اكو اي ظواهر انو عندي اكتوبك برغنسي طعن سناري لدينا اللي هو اللابروسكوبي او الناظور طعن هذا هو ونستفاد منه بشغل الشغلة الاولى يسوي لكونفرميشن للأكتوبك برغنسي والشغلة الثانية ممكن يسمح لي انو يسوي بلبيسكوبك ريموف اف اكتوبك برغنسي يعني واشرة بالناظور اشيي لهذا الاكتوبك برغنسي واخذي عالية اوكي يعني بروسيجر ايضا تشخيصي وايضا علاجي نجح على تريتمان اذا كانت البيشن اعتها اكتوبك برغنسي اذا كانت انستايبل او احنا حددنا انو حنسوي لها سيرجيكال ثرافية فهنان لازم نسوي شوف ناخذ بلضمالتها وشنو نتايب اوكي والحالة هو ايرلي اكتوبك برغنسي يعني بداياته ممكن هنا نستخدم الميثوترقزيت حتى نسوي الترمينايشن لبرغنسي شغلة ثانية ممكن ننطي حديد حتى نعالج الانيميا في فترة النقاها وشغلة هاي كلش كلش مهمة اللي هو ننطي ال انتي دي الميوني غلوبين ليش لاذا اذا كان هاي هنانا ممكن حيصر عندي اختلاط بالدم وبالتالي حتكون رسك عالية انو الطفل الثاني اللي هيجي للدنيا يعني تنتقل لهاي الانتي باديز وتسوي للهيموليسي اوكي فتنتبهوا للملاحظة ننجع البروغنوسيز طبعا هذا اكتوبك برغنسي اكتوبال برغنسي ممكن يحصل بـ 12% من الكيسز يعني يرجع يسرعدهم مرة ثانية لكن هل هذا معناه انو الفيميل اذا ساعدها اكتوبك برغنسي بعدها هي تنحرم من الخلفة بالمستقبل لا هذا من اعتبر كونترا انديكيشن لكن بهالحال يعني بالمرضة القادمة لازم تنتبه اول ما يسرعدها يعني خلن نقول مست بريد لازم باشرة تبلش تراجع ويا طيبة النسائية تبلش بالالترا ساوند بالسونار الداخلي حتى تتأكد انو الفريقنسي صارت انترا وتراين وفي حال صارت اكسترا وتراين حتى يلحقون يعالجوها بسرعة قبل المساوي لكومليكيشنز هسا الهفي اند الريجولار ميسترويشن هي خلن نقول شوي موضوع بعيد عن خلن نقول صارنا هواي نحتي بالابستاتركس والحمل وكذا هي خلن نقول شغلات خصة نسائية اللي هو النزف اللي خلن نقول يصير مور دان ايتي مل بيريت يعني خلال الدورة ينزل اكثر بين ثمانين مل دم وهذا طيب مو بدورة وحدة عدة دورات متتالية يصير طيب هذا الريجولار هفي بليدينج اذا ما قدر نحدد يعني الكوز معين ونعالجه فاذا يطلقون عليه يسمون dysfunctional uterine bleeding يعني هذا قصطلح الطبي انه احنا مدلنا نعرف شنو السبب بس هو دائم يصير heavy bleeding نجي هس على treatment العلاج الاول هو non-hormonal therapy اذا كان عندها منوريجيا يشوف انتفابرينولايتك دراكز هو trangzamic acid او cyclocopron الاسم التجاري مادة المعروف حتى يقلل لي للblood loss وايضا ننطي مفنامك اسد حتى يقلل لي pain يعني عالذا يعني يكون وياها pain شديد هاي المنسترول اللي تكون heavy burning وياها الحالة الثانية ننطي combined oral contraceptive هاي خاني اذا كانت female خاني نقول مناوية انه تصر تخلف او كانت بعدها من الزوجة فانا ممكن يكون option ايضا تقلل لي pain وايضا تقلل لي bleeding بس اهم شي ما عدنا contra indications شوف هنا medications مثلا progestogenes norathestrone primal uten هاي يعني خلني يقول عدد يعني الطرق علاجية مختلفة بتختلف بين المصادر يعني احنا مبدئيا اذا صار الابتحان يعني مو open book فما رح 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 تكون مطالبين بيها فقط اذا كان امتحان open book يعني بالنسبة الامتحان final اوكي الشغلة الثانية اكل ديبو بروفيرا هاي حت خلني قول تطيني ديبو تحت الجلد هاي حت تطيني contra ception لعدة اشهر عدنا second line agents ممكن ننطل دنزول جسرينون ولكون لطرافين طبعا هاي المنديكيشن نتسولف بيها اكثرها موجودة بنهاية المنزمة ترجعون تقروها واما ان شاء الله نتسولف شنو الشغلات المهمة لازم تقروها بكل واحد حسا PCOS اكيد كنتكم سامعين بي polycystic ovarian syndrome او تكييس المبايض طبعا هنا نتجي اتليست two of the following three criteria اول واحدة hyper endrogynism زيارة الاندروجين يمكن biochemical او clinical biochemical يعني خلينيقول بالتحالي المختبرية clinical تكون ظاهرة قدامنا لنشوف الظهور خلينيقول الشعر مثلا لحية او كذا او شي حب حب الشباب وكذلك crown pattern boldness يعني ظهور نوع من نوع الصلع يشبه crown الكريتيريا الثانية اللي هو ovulatory dysfunction يعني مشاكل بالovulation فاما حيكون عدها aminoria يعني نهائيا ما تجيها يعني ما عدها menaces او oligomenoria تجي menstrual cycle لكن كل 35 يوم او اكثر من 35 يوم يلا ترجع وشغلة الثانية نسميها morphological polycystic ovaries يعني نرجح هنا خلي نقول بال الصونار او كذا بالفتوسات يعني حتبين انه السيستات هواية موجودة في ovaries او ممكن نشوف هنا multiple يعني اكثر من follicle لكن كلها immature موجودة اوكي فهي خلي نقول morphological يعني بالmorphology نبين واضح عده فذن الكريتيري على اقل اثنين من عدم لازم موجودات حتى احنا نشخص يعني نقول انه عدم PCOS من حيزداد بال ovaries حيحفز العفو لل ovaries انه تفرز التستوستيرون وبالتالي ايضا حيرجع يزيد ال LH محاطعا شغلة مع الفيزيولوجي مريد نتوخ بيها احنا يعني مو 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 بس المهم انه ال LH وال تستوستيرون حيكونون بفل عالي الشغلة الثانية هو insulin resistance باخر سنوات هنان قاموا يعتبروا principle underlining disorder اللي هو ال insulin resistance هنان زيادة السيرام انسولين حينا نعرف من يصور resistance البنكرياس سيفرز insulin اضافي طعن هاي زيادة الانسولين سيسوي لل stimulation لل ovaries انه تفرز الاندروجين وبالتالي ال hyper اندروجين سيصير ممكن وكذلك زيادة ال circulating insulin هيقلل ال production من البروتيز اللي ترتبط بال sexual و بالتالي ال free testosterone هيكون عالي وبالتالي تأثيرات التستوسترون على الفيم اللي حتكون واضحة اكثر نجي على زيادة body mass ايضا ستسوي ل insulin resistance وبالتالي نفس الفكرة هنا زيادة insulin resistance هيزيد الانسولين هيزيد الاندروجين وراح هيزيد ال free testosterone level وشغلة الاخيرة هي genetic factors لكن هاي بيها contrapersi يجي على signs والsymptoms اول شغلة هي most common infertility female حتى لو قلنا عدها oligomenorrhea تتجيها فترات متباعدة لكن ما تصر ادى حمل حاطعان تتحصل ب75% من الفيمار زياني اكو ممكن يصر ادى حمل الهرسوتزم قلناها ظهور الشعر menstrual irregularities bleeding ممكن يصر عدها dysmenorrhea علم شديد في menstrual cycle الوبسيتي الانسولين resistance وال virialization virialization شنو هنا خلي نقول ظهور الصفات الذكورية على الفيمار لك ان الهرسوتزم خلي نقول ممكن يصر عدنا deepening بالفويس وغيرها بسبب تأثيرات زيادة التستوستيرون والاندروجيني افكت حسنا نجي على lifestyle هنا التريتمنت هنقسمها عدة اقسام عدنا lifestyle وعدنا مشكلة الانوفيليشن والانفرتلتي وعدنا مشكلة ال skin manifestation hyper androgenism كل واحدة نعالجها على حدة نجي بداية على weight loss قلنا نريد نقلل الbeddymas index حي ممكن تكون effective strategy لحي تقلل ال insulin resistance وبالتالي ممكن تقلل من تأثيرات السلبية الانوفيليشن والفرتلتي اذا كانت 3D عدى pregnancy هننا هنبلي شوية بريكلومفين والتاموكسوفين عادة هيتكون effective للانوفيليشن بال PCOS لكن ما نتجاوز اكثر من 6 شهر هذا العلاج يعني اذا مفاد لو انت تستطر استخدام هذا العلاج بعد ما نستخدم العزب اوكي نتجا على غلونوتروبين therapy عندنا recombinant FSH وال human menopausal غلونوتروبين هاي ايضا هتكون effective حتى تحفز لل ovulation شوكت بس نستخدم اذا كان عدهم clomiphane resistance يعني جربنا المفاد نبدأ نستخدم other options النقطة الثالثة حسا قلنا recet evidence قلنا insulin resistance الى علاقة بال PCOS فلذلك اكو صار الثيوري انه اقول لك انا عالج insulin resistance حتى تطيني يعني عفوا هنا قاموا يحشون عن insulin resistance انه يكوز PCOS وليس effect لل PCOS يعني PCOS يسوي لل insulin resistance وانما insulin resistance هو يسوي لي PCOS في ذلك قاموا يخترحون انه يعني عالج resistance عسى ولعل تتعالج PCOS فقاموا يستخدمون المتفورمين او غلوكوفيج يبعد الدراسات يبلشون ب500 ميلي جرام ورا الريوغ ورا 500 صبح 500 بالليل اسبوع ورا بالشو مثلا يطوط 3 مرات الان يصلون من 1.5 الى 1.7 غرام باليوم لكن احد يحتاج further evaluation وهذا الـ unlicensed رغم نصار عدة سنوات ومعتمدية طبيبات النسائية وكذا بالعلاج الحالة الثالثة وهو management of skin manifestation والhyper androgenism عندنا بالبداية الأكني الأكني اذا كانت ميالد يستخدم topical agents مثل benzoyl peroxide عزياليك أسد كلينداميسين ايرثراميسين وغيرها لكن اذا كانت ميالد هنانا حنبلش تنطي oral antibioidic مثل tetracycline والأيرثراميسين واذا كانت سفير وحالة متقدمة ننطي oral isotretinoin ونخلي بالنا oral isotretinoin هو teratogenic ولازم الفيما لتنطي بالفترة على اقل لمدة شهر وبعد من تقطع الالات يجيلا تفكر انه يصير عدها يعني pregnancy حتى لو تعدلت واقع الامور طبع السابقة كان يقوموا ستة شهر بس الثل يعني اخر شي قاموا يكتفونه بشهر انه بشيصر عده bleeding قبل ما يعني تفكر يسوي pregnancy اسا نجي عالهرستيزم هنا شعر انتشارة نجي نجي oral contraceptive pills سايبروتيرون اسيتيت هو عادي يشتغل كأنتي اندروجين ممكن ننطي سبارون لاكتون هو هذا العفو ديروتك بالدسترون انتوغنس وايضا بأنتي اندروجين ممكن ننطي فلوتامايد وممكن ننطي فينسترايد اذا يعني تجيكم كدعداد المنديكيشن اللي نستخدم العلاج الهيرستيزم اوكي طبعا احنا هنا سذاقلنا العلاج اذا كانت الفيميال اللي نريد سرعتها ovulation احنا هنستخدم ادوية تحفز المبايض انه تكون بيوض اهواية فذلك هيكون side effect انه increase incidence of multiple pregnancies يعني ممكن سرعتها عدت يعني حمل اكثر من مرة ومتتابع وبنفس الوقت اكو رزق عالية انه يصير prenatal mortality ومربط يعني الطفل ممكن يكون سربي mortality وهالتفاصيل بالPCOS اذا ما قدر نعالج المشاكل المادة بشكل صحيح كذلك زيادة زيادة الانسدنس بالجستيشنال دايابيتيز نقلنا هو ضمن المشاكل المادة هو انسوني رزيستنس انسوني رزيستنس بالحمل اصلا هو يزيد الرزيستنس فبالتالي رسك مال جستيشنال دايابيتيز حتكون عالية وكذلك حتكون رسك عالية بال pregnancy induced hypertension وكذلك حيصر عدنا increase ڤيست بال ڤيست بال endometrial وال overeign cancer حتا رسك مال cancer حتكون عالية خلي نقول بال long time molar pregnancy هذا يعني مرح ناخذ الموضوع مطلوب لأتكم بالنسبة الميديكيشن اللي مذكورة لأتكم بنهاية الملزمة اهم شي تركزون عليه وهذا خلي نقول تحتاجوا بالحياة العملية بالمستقبل الاسم العلمي العلاج والاسم التجاري لأن غالبا ستجدوه بالمستشفى أو بالوصفات بالاسم التجاري الذكر خلي نقول هنا يعني لحد السلبراندات هي أكثر شي اللي كنت عارف عليها مثلا كلوميد دوفستون بريمول يوت ان برو فيرا اعتقد ما كان نداوم بالصيد هي مشافية الأدوية كلها مثل جين غيرها اللي وشو ننطيب كدا أهم شي مادة لشنو يستخدم يعني علاج هيكون شنو هو مادة بس كتبول كدا خلاص نكتفي فهذا الحد شي مارد هذا التفاصيل الأخرى بس أكو مثلا بيا أكثر من حي مثلا التاموكسفين شو بالبريست كنسر شوفوا الاستخدامين وهكذا يعني تركزون بس على الاستخدامات